السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متبعيني الكرام ومتابعي قناة من الآخر الخلصة لأول مرة زر في القناة رجل تشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو ومكتبع الاشتراك أو سبسكرايب اعمل لايك الفيديو وفعل زر الجرس لسلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى متبعيني الكرام هل نتكلم عن ترتيب فرقة دور الإسباني وترتيب الهدفين ونتائج أو بعد مباراة اليوم بين ريال مدريد ونادي أتليتيك بلباو وفوز ريال مدريد على أتليتيك بلباو هل نتكلم عن ترتيب فرقة دور الإسباني وترتيب الهدفين وترتيب صنوع الأهداف بعد مباراة ريال مدريد اليوم اليوم الأربعة 16-12 ريال مدريد لعبة أم أتليتيك بلباو وريال مدريد قدرت تنتصر على أتليتيك بلباو 3-1 أحرز أهداف ريال مدريد توني كروس في ديئة الأولى من لقاطة دعا في شرط الأول كاريم بنزمة في ديئة 74 وكاريم بنزمة في ديئة 92 او ديئة الثانية من لقاطة ديئة دعا في شرط الثاني أثليتك بالبقى أحرص هدف له أندير كابا في ديئة 52 وماشاء الله يستمر ريال مدريد في الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي خلنا نتعرف على ترتيب الفرق بعد مباراة ريال مدريد اليوم في صدر الترتيب الجدول الدوري الأسباني بعد مباراة ريال مدريد ريال سوسيداد في الصدر في مركز الأول ب ٢٠ نقطة ووف realidade بكرة إن شاء الله أمام برشلونا قتلتك بالمدريد في المركز الثاني ب٦ نقطة ريال مدريد في المركز الثالث بـ ٢٠ نقطة أيضا فيا ريال في المركز الرابع بـ ٢٢ نقطة خلي بالك كده ريال سوسيداد وقتلتك بالمدريد وريال مدريد الثالاتة لهم نفس عدد للنقاط في فرق بسيط وهو فرق قوي هاتلتكم مدريد لعبة 11 مرة ا texted اما هاتلتكم ريال مدريد وريال السوسداد لعبه 13 مباراة كاملي فيا ريال حاليا مثل المركز الرابع بـ 22 نقطة اشبلية في مركز الخامس بـ 19 نقطة غرنطة في مركز سادس بـ 18 نقطة قادش في مركز سابع بـ 18 نقطة برشلون في مركز السامن بـ 17 نقطة سلتفيكو في مركز التاسع بـ 16 نقطة ريال بتيس في مركز العشر بـ 16 نقطة اولايك ايبار في المركز 11 يوغف 15 نقطة فلانسيا المركز الثاني 10 باربع 13 نقطة اثلتك بل ب backgrounds في المركز 13 باربع 13 نقطة labs في المركز 15 باربع 12 نقطة ايضا. خيتافي في المركز الساديس عشر ب13 نقطة بلدي الوليد في مركز 17 نقطة ليفانتي بمركز 8 11 نقطة هويسكا بمركز الر Follows Renfer نرب. هويسكا في المركز التاسع عشر ب11 نقطة واستسونة في مركز العشرين والاخير ب11 نقطة. طبعا نارده كان فيه مباريات في الدور الاول في الكاس اسبانيا. لذلك مباراة ريال مدريد لعب تسته 11 بالليل وحاجة يعني استغفر الله العظيم. خلنا نتعرف الان على ترتيب الهدفين. في صدارة الهدفين اللاعب ياخذ باس لعب سلتا فيكو بسبعة اداف. يتساوم معه ميكل ارزابال لعب ريال سوسيداد. في المركز ثاني جيرارد مورينيو لعب فيا ريال بستة اداف وكريم بنزيما لعب ريال مدريد. وكارلوس سولير لعب فالانسيا في المركز الثالث بخمسة اداف. ومعه باكو الكسير لعب فيا ريال. وجواو فالكس لعب اتليتكو مدريد. وليونيل ميسي لعب برشلونة. ولويس فاريس لعب اتليتكو مدريد. في المركز الرابع انسو فاتي لعب برشلونة اربع هدف. وانجل رودريجز لعب ختافي. واللاعب بورتو لعب ريال سوسيداد. وموراليس لعب ليفانتي. المركز الخامس انتون جريزم اللاعب برشلنا بسلاسة اهداف. اما بالنسبة لترتيب صنوع الاهداف. في صدارة صنوعة الاهداف عندنا في المركز الاول. اللاعب انخل كوريا اللاعب اتلات كومدريد صنع اربع اهداف يتساوي معه ايغوسباس لعب سيلتافيجو وكناليس لعب ريال بتيس وفي مركز الثاني. عندنا الفارو نغريد ولعب قادش بسلاسة اهداف. صنعهم يعني وكرل السولير لعب فالانسيا وجوردي قلب لعب برشلنا يخيصو اتنافاز لعب اشبالية وكرين بنزي ما لعب ريال مدريد ولي كان غيين لعب فالانسيا وتريبير لعب اتلات كومدريد وردريغو لعب ريال مدريد وداروين ماتشيز لعب غرناطة ودينيس سواريز لعب سيلتافيجو وكاميلو هرناندز لعب ختافي وخيوكين سانشيز لعب ريال بتيس واسكار بلانو لعب بلد الوليد. في مركز الثلاث وصناعة الاهداف انتون جيريز ما لعب ريال مدريد ودنيا الكرفخال لعب ريال مدريد. تبعي الكرام كان معكم محمد نور الدين من قناة من اخر وخلاص قدمنا لكم ترتيب فرقة دور اسبان وترتيب الهدفين وترتيب صنع الاهداف بعد فوز ريال مدريد على اتليتيك بالباو اليوم. اشترك في القناة فعلى زر الجرس اعمل لك الفيديو نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.